تحقيق موسع فتحه مجلس القضاء الأعلى على خلفية المقاطع المسربة لرئيس هيئة النزاهة الدلائل المطروحة في هذه القضية والتعدي على إجراءات القضاء نتابعها مع أحمد ليث على إثر مقاطع صوتية مسربة نسبت لرئيس هيئة النزاهة تضمن الحديث فيها عن صفقات فساد وتلقي رشا من جهات وشخصيات مختلفة القضاء فتح تحقيقا موسعا بها لإثبات أحقيتها من عدمها خصوصا وأنه هجم من النزاهة أيضا بخطاب رئيسها في مؤتمر أربيل مجلس القضاء الأعلى يلجأ إلى هذا الأسلوب القضائي باعتباره الطريق الأسلم أولا لكشف الحقاق اثنين لعدم توسع مثل هذه المشكلة حتى وإن كانت بسيطة قد تكون لها تداعيات أخرى يعني هذه الأول مرة تحصل داخل مجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء الأعلى له كل احترام وتقدير من قبل المواطن ومن قبل مؤسسات الدولة لم يعهد القضاء من قبل مثل هكذا اعتداءات صريحة على جراءاته تجاه ملفات معينة يتحدث قانونيون لا سيما التي صدرت من رئيس هيئة النزاهة على خلفية امتعاضه من التسريبات الصوتية التي نسبت إليه تاركا التعامل معها عن طريق القضاء الذي ينتمي له كقاض وليس كرئيس هيئة تنفيذية مؤقت لأول مرة يحدث مثلها كذا فعل من رئيس سلطة هيئة النزاهة اللي يعتبر منصب عليا بدرجة وزير حقيقة هو محاولة لخلط الأوراق ومحاولة لإقحام القضاء بمسألة لا تخص القضاء إلا من ناحية تحقيقات اللي أجرتها القضاء وحالها المحاكم المختصة بالتالي أخطأ خطأ كبير وهذا الخطأ يحسب على الحكومة العراقية اتهام القضاء بالتواطو أو محاولة التستر هو تجاوز وتجاوز خطير ولأول مرة يحدث ما بعد 2003 أن يكون تجاوز بهذا الحجم التحقيق بدلائل وأحقية التسجيلات المسربة على رئيس هيئة النزاهة والتي تتضمن جرائم استلام رشاة هو ما ذهب إليه القضاء لوقف سابقة التهجم عليه التي لم تحصل من قبل أحمد ليث بغداد قناة الرابعة